اهلاً 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 ده ايه الحلاوة والشقاوة والطعامة دي اهلاً يا حبيبتي انتي مين بقى؟ انا في هنزي صاحب الكمي اهلاً اهلاً يا امر ما شاء الله زي الامر مرسي انا باي باي يا كمي مامي مستلني يا برا باي 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 يا حلو يا باي ما شاء الله ما شاء الله زي الامر جمال رباني رباني ايه ده كله صناعي صناعي؟ دي زرع عشارها وملونة عنيها بجد ده خير يباقي بقى ده لسه في باقي؟ بس دي لسه صغيرة قوي صغيرة ايه انا احنا فتوف هزنان فورتي يا سلام وده معناه ايه يعني؟ يعني بلاستيك سري بتتعمل من الولادة الحمدلله 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 ياولاد ان انتوا بعيدة عن الحاجات دي قال من الولادة قال بس انتوا عارفين؟ فكرتوني بحاجات وبايام ياه ايه علي قرب يرجع من السفر ومش عارف اعمله ايه اعمله سنية بطاطس لا انا بتكلم بجد يا جوجو مش بهزر انا عايزة اعمله مفاجأة تبسطه سنية مكرونة بالبشامل هو فيه انتوا مبتتكلموش غير في الاكل انا بتكلم بجد انا بتكلم بجد بس احنا جعانين قوي لا انا بتكلم بجد دي بس اعمله حاجات كده ينبهر بيها اجيب له هدية مثلا؟ هدية ايه يا حبيبتي؟ جالت العادة ان اللي جاي من السفر هو اللي جيب هداي ايوة صح وبعدين انا محتارة علي عنده كل حاجة مش عارف اجيب له ايه سمير اه هو انت حبيبي مش راجل؟ ها؟ بقولك انت مش راجل يعني اه الحمد لله ماكوش مصدق دخلت عن انت وتأكدت الحمد لله ايوة انت راجل يا صمورة يعني انت تعرف ايه اكتر حاجة بتبسط الراجل بصوا يا ليديز يا حلوين اكتر حاجة تبسط الراجل في الست ان الست دايما تبقى متجددة الله زي بالظبط كل ما يبص الوشها يحس انها الشباب يا سبحان الله بيتكلم عني زي بالظبط يا رب ارحمني حبيبتي انا لما ببص الوشك بحس اللي كان شبابا اخسى عليك اخسى عليك يا سمير يعني انا مبقيتش شباب خلاص بقد اخسى عليك يا سمورة ده جوبوا الشباب والقمر والشباب كلهم لا انا اقصد يعني يبقى فيه تطور فيه عمليات تجميل فيه شد شعر فيه شدودان فيه عالم بيشد تنفخ حتة تشت حتة تقطع حتة تزنق حتة بيعملوا بلاوي بغيروا ايه اللي هو بيقولوا ده لا 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 انجي دي انجي دي مش محتاجة لنافخ ولا تصغير ولا تكبير ولا حاجة بسم الله ما شاء الله جسمها منكة مرسي يا جوبوا يا حبيبتي مش كل حاجة الشد والنفخ والبلاوي اللي بتقولوا عليها دي انتو نسين السنان والشاف ايف ايوه صح انا عايزة من ده يا صمورة عايزة من ده اه نعرف ده الدور فضيع حقنا في الشفة دي يجيبهالك يمين يجيبهالك شمال الشفة اللي فوق كده 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 كل حاجة والسنان بقى السنان دي بتقلب وشي الستة خالص حلوة قوي يا صمورة حلوة قوي انا عايزة من ده انا شخصيا اعرف مجموعة دكاتة السنان اصدقائي انما فيهم واحد هو الفضيع فيهم ترشيد له؟ يا ريت يا ما ده انجي اللي حريك بتطلوي ده مش هينفع ومش هيليق عليك ليه بس يا دكتور انا مش بطلب حاجة غريبة انا بطلب عمليت تجميل في السناني ناس كتيرة قوي عملوها وطلع موضة لا ما هو مش كل حاجة بتطلع موضة بتبقى ليه على كل النيز ده مفهوم غالب طبعا اصدق ايه ان انا مبفهمش؟ لا يا فاند بالعفو بس احنا ممكن نعمل حاجة تانية تبقى لايق عليكي جدا وتبقى موضة برض ايو بس انا بقى كبرت في دماغي وعايز اعمل الضب بتاع انجيلينا ايو اللي عملته ده كان لايق عليها لكن عندك هيبقى شكل وحش جدا يا سلام يعني ايه ضبها احنا من ضبي؟ لا لا خالص بس انشفايفك صغير لو عملنا القصة هيبقى شكل وحش جدا ايه رأيك بقى مثلا نعمل هوليد اسمايل اقموضة برضو ونجوم كتير عاملينه وهبقى شكله حلو جدا عليكي اه؟ لأ دكتور شايف انا اتسبه على طوله زي كل ستات المصرين فيش اي حاجة وين افرد انا بقى عايزة انكد على علي جوزي اعمل ايه مش حينفر لا 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 صدقيني الهوليد اسمايل ده تبقى لايق عليكي جدا انما موضوع الضب ده بصراح مش عارف عامله ايه يا دكتور انا اللي هدفع فلوس وانا من حقي اختار العملية اللي انا عايزاها لا ايه بقى هايك بقى تشوفي دكتور سيناه تاني تروح تيعملي عنده موضوع الضب ده يا السلام خلاص احسن طب علش انا اسفع على احسن وحذر ممكن هايك ترشح لي اسم دكتور ممكن يعملي لي عملية الضب ده طب بالنسبة للكشف اللي دفعته برا ايه طب بالنسبة للكشف هاني اسمك طب بالنسبة للكشف سياد خير يا فن سياد خير يا فن سياد خير في الحقيقة انا جاية استشيري الدكتور عن العمليات التجميلة للاسنان اوكي يا فن ده ما صنطرت فع كشف مستعد لها شرح جيت مش حاجزة معي اه اوي 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 كم 500 جنيه يا فن ليه ام ام لا يلا يسكن الكشف في 500 جنيه وما للعمليات كم لا دي الدكتور مغيت لي بيحددها اوه طيب خاطب اوكي خمسوين 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 جنيه اوه اوكي اوكي طب الزراحة كل اللي معي اوكي طب الزراحة بيكون خاصة حالي معي اوكي اوكي كتير اوكي 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 بصي والله واحنا هنعمل اللي علينا والشكل ده بقى تعرف بنا يعني ايه دكتور يعني مش عايزك تقلقي خالص اه لا مش قلقانة ربنا يسطر اه طيب احنا ممكن نعمل العملية امتى حالان دلوقتي حالان حالان دلوقتي اوكي طبعا دلوقتي دلوقتي اه من غير تكهيزات ولا اي حاجة يا فندم خير تضب عاجل ولا تؤجل عمل اليوم الى الغد ولكل مجتهد النصي ايوه والوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك انت حافظة اوه ايوه بصي بقى لبلطة كده انت هتدفعها ست تلاف جنيه في الاول بعدك هتدفعها ألفين بعد التشطيب على طول فيه تامن تلاف جنيه ليه؟ ايه يا فندم ايه؟ وبعدين ايه تشطيب دي؟ حد قالك ان عايزة محل بوقي؟ خلاص لو مش عايزة هتدفعي كاش ممكن تقصتي لأ حاطف حاطر بس يعني يا حاكم شايف ان الـ 8000 ده كتير قوي على فكرة انا غالي جدا اه بس هتاخدي بوقك سوبر لوكس عالمفتاح اه طب دلم على المفتاح بقى ياريت تركيب لي سبوتات عالجناب واتخلي بالك مكرنيش على فكرة يا مادام انا دكتور مش نقاش خالص لا والله انا مش عايزك تقيلها خالص ده عبكريب هاتلي الفرش عبكريب فرشة ايه؟ انا بتكرتها فرشة الدهان لا الدهان ده ان شاء الله بعد اول وشة هو مالش سؤال نعم هو الستنين اللي عاديين لبرا يقربوا لحضرتك؟ دول اخواتي برضو بص احنا عيلة كبيرة جدا متفرعة بنحب الدهكة جدا 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 فما تقلقش لو لقتينا في اي مكان طب يلا يلا بقى خش خلص المرمة دي يلا يلا بركة الله تسبونا حلوة قوي تعالى ايوا يا فند عايزة فايبس إيه فايبس دي؟ لأ حضرتك إحنا سوبر ماركت مش صيدالية منادين مبلالة آه حاضر منادين مبلالة لا إحنا اللي عندنا منادين ناش فممكن بعد كده حضرتك تبليها براحة شاهداء ايه اللي حصل ايه اللي حصل اله مرا وعد لا لا تخافش حرام عليك هل قفلت فوش الزيت الزبونة وش مهم تقول في ده يا المهم الخبر اللي انا جاي قولهولك حرام عليك يا حرام عليك يا مش قتق الله بقولك ايه hi? مش انجي هتعمل عملية تجميل عشان تفاجئ جوزها انجي هتعمل عملية تجميلة محي جميلة لوحدها مش محتاجة نعم ااه لامعرفش لامعرفش طاب ديك عرف طب انا اعمل ايه يعني هت عشر تلف جنيه هت عشر تلف جنيه بتوعية ان شاء الله عشان انا كمان اعمل عملية تجميل وفاجأك داك مه ماكفيه السرعة اللي بتسرعيهاني كل يوم بالليل بتطلعيلي في الظلمة قطعت الخلف منك لله يلا بقى يا شعبان عايزة اعمل عمليك تجميل طيب انا هقولك على حاجة فردا فردا ان انتي عندك عمارة ثلاثة دوار ياريه والعمارة دي اساسها بايز وعايزة تطلعي بيها عشرة دوار هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هتربعها واجب عليها وطيها وابنيها بقى من اول وجديد اهو انتي بقى عايزة تتربعي من اول وجديد وربتدي من اول وجديد كده يا شعبان انت بستخسر فعل عشرة تلاف جنيه والله هالعظيم ابدا انا بس مستقلي العشرة تلاف جنيه عالدكتور اللي هيقضي يجزر فيك تولي الليل لبا انا مش يخليه يجزر انت انا مش رحي اعمل شعف امليتي هتعملي ايه؟ هنفخ نعم يروحي هنفخ 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 انتي محتاجة يا ايه بدن فوقي ماتي يروحي من فوق انتي مفيش مراية بتبص فيها يا شعبان من مراية الكبيرة اللي انت جايبها لنا فوق في شبقتنا دي انا لما ببص فيها ما بشوفش نفسي كل يعني بشوف نفسي او بس في مناطق بقى بتبقى بظف انا عايزة بقى انفخ علشان خاطر ايه؟ ابقى كل بقى كده متساوي طب ما نكبر المراية ونخلص لا انا عايزة بقى متساوية كل على بعض طب انا عندي حل حلو اوي عارفة البلدوزر بتاع الاسفلت انا هجيبه ونيامك واما عدي عليكي خمس ست سبعة اتناشر مرة وهتطلعي زي الفون شعبان انا عايزة انفخ يعني عايزة انفخ بس كده يعني اه انتي حلك انتي بسيطة اوي يا حبيبتي خدي امسكي ادي اتنين جنيئ هم تروحي عند اي عجلاتي وانتي يمشي كده قولي له ايه اه اه ده انفخ انفخ ايه هو هيزبطك على اه يعني انا دلوقتي اروح اقول له عايزة اكشوزين ولا نترشين لا هاليام عشان يقوم نفخج تطيري ما اشوفكيش تاني امسكي امسكي ده اتراج الريف اه انتي هتفضلي حطك كمامة دي بقى قدقي يا مامي ما عليش يا حبيبتي الدكتور قال اشيلها الساعة تصعب الزبط ايه ده خوصوتك عامل كده ليه مش عارفة يا حبيبتي العملية يعني في حلوك بتقفش كده الدكتور بيقول لي انه هو يعني هتفضل مخارج الارفاظ عندي في شواطحة شوية يومي انت هيسى كده الحال ده ما بقى يطبع بعدها اللي قولتي ده بصراحة يا مامي احنا مستعجلين جدا عشان نشوف العملية اللي انت عملتها اه تبقى شكلك حلوة حبيبتي قلبوبك اكيد طبعا اللي تخلي في الامر ده لازم طبعا تكون حلوة يا ولا تعبسيني يلا بقى يا مامي الخمس دقيق خلصوا فرجينك خلصوا خلاص؟ نعم نعم طيب انتو جاهزين؟ ام طيب اوكي بصوا التعليق فقدم يغمضوا عليكم حاطر هنعيد فرموه انتو سريع ماشي اوكي وان تان سريع دا دا ام جيري وليه معقولة النتيجة مبهرة للطرقاتي وانت بي حاجة بتقفش مش عارفة في ايه حلوةك يا انتي يا مامي الهرق ايه سود؟ ايه دا هفين بوئين؟ بوئين جميلين؟ خليني خليني حتفت الباصة لبرك كده على طول؟ يا له وين؟ مش عارفة بوس هبوسها علي الزايلة دلوقتي هبوسها علي الزايلة طب فداهي البوس وفداهي علي هاعملي حطروا الجنة الزايلة باوتة يحطروا شي الزايلة ايه ما هي اللي بيحصل جافيا اوه يا مام يا مام ما هي يا باقي يا حمد شانا أسفى خائك عليّ يا حمد رب الرحيل انصرفه 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 ايه في ايه في ايه في بسم الله الرحيل مالك فيه يا رجاء انت السبب يا سامير في اللي حصلي حصلك ايه يا عايزة ايه انت السبب في اللي حصلي شفت بقي حصله ايه مامي دراكيولا دراكيولا طلع من التابوت يلا هوي حد تشوفي فص طوم او وتد خشب كده عشان اتفزه تتفزه في انت في بقه في بقه ايه حراب عليك يا ساميرا بقه يراح خلاص وكل حاجة بقه 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 معقولة ده دكتور اللي انا بعتك له ده فرشح بقك وحطلك سنان مراطب متأكدا دكتور ده اللي انا لقدرك عليه لا يا دكتور سامير بس هو انا روحت لواحد تاني ياريتني كنت سمعت كلامك بس اللي روحت له ده بوض باقي بوض لي حياتي كلها يا رب يا رب بوض له حياته كلها زي ما سويني يا رب ما شوف فيه شايفة شايفة يا هبة اخرت عمليات التجميل واللعب في خلية ربنا او معاك حق يا شعبن الحمدلله ان انت منعتني اعمل العملية يا لهوي رب عفنا يا رب مما بتلادي تبهي غيرنا كان زباني بقيتش افطورة كده مش عارفة حتى تيف اكسم بالله اكسم بالله لو ما سمعت كلامي بعد كده لا هتبقي شبه طنط العوي يا ناك دي مين دير طنط العوي يا ايه الادب يا سبيل انت وهي اتفضلوا اطلعوا برا بيتيت بيتك ايه وبتاع ايه ده بيت رجاو سامير ايوه انا موافق انكم تطلع برا انت خدمة ايدة الرحمن معاك ايه ده انتو بتطردونا ايوه لا احنا نقوم بقى قبل ما نترد انا بتهيلي شايف كده احسن في الا ها لا انا شايفة ان احنا نقعد بقرامتنا في التكيف الحلو ده انا معاك يا انا فكرة شفت ما عندقومش دمت هيعوضوا بلا بلا لا بلاش تسيرت الدم قدام مادام دراكيولا لان تسمع الدم يبتدي التحول اه وانت عليك يا رقبة كده انتو بتقولوا ايه اول حاجة كنا بنقول تحب تشرب ايه اشرب ايه اشرب من دم الدكتورة اللي عمل فيا كده مش قلتلي هتسمع سربة الدم هتتحول سيويلي نقطتين بص يا انجي بص يا حبيبتي انا من رأي يعني ان كنت تروحي تعملي محضر في الشرطة وهم ان شاء الله هتصرفوا اعمل ايه لسه هلوح اعمل محضر في الشرطة طب انا من هنا لحده ما يتصرفوا ابطل انا كده يعني علي ييجي شوفني بالمنظر ده ازاي اتصرف ازاي يا رجاء انا حتا مش حرف ابوسه اه ازاي ايه مش حرف ابوسه ازاي ايه مش حرف ابوسه حط كمامة على بقك عشان علي ما يشوف عشقه ايه يا صمورة ايه انت بتقوله ده احط كمامة على بقى يعمل بيها ايه ولما علي يكلمني ارد علي اقوله ايه يعني يعني في ده يا لبوس مش مهم بس انا اقوله ان اللبسك كمامة دي ايه عندي بلد حبيبتي ما حبكتش يعني المرة دي بوس بقى امزي يا سمير انا مش بفكر في البوس خالص لا ما بيقولك ايش لبوس بيقولك بوس ايوه هو ده مش بفكر فيه خالص هو انا عرف البعريق ستتحكوا علي ايه اي مش عاد بكابل عاييري ولما هي اصطف حاجة بتدزق من الجناح انا بالس which انا دلوقتي لما يجي لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله ايه امشي في الشارع حطي حاجة على وشي كمان انا بيلبس ماسك ايه وعشان مولادك في البيت كمان مينتفزعوش حاسبي الله ان اعمل وكيل في الدكتور اللي عامل لك بوقك ده في ايه يا حسين في ايه وانا جايلك علشان تحسبن عليه مالا وكنا حسبن عليه بس السيل بس عنديش ماسك لا السيل بس انت كل حاجة انا انت عايزة ايه عن شي انا بصراحة جايلك علشان تعمله محدد ايوه للدكتور ده اللي عامل لي العملية وعايزك تحبسه ومن جاية احبسه انا احبسه انا اسمع عن الدكتور ينسى فوطة في بطن المريض ينسى مشرط في بطن المريض ما تحسب؟ انما ينسى بق في بق المريض دي جديدة دي الصراحة اول مرة شوفك ايه بق ده كل؟ دابل اكس لارج لا دي اكس لارج ده ليكرا بق ده انا هلبسه جنائي ايوه جنائي الزيفاء يا حسين الزيف يعني لما ملاك بريء زي ده بصي اول ما يبص على الخلقه دي اكين طبعا هيتخض ويتوب ساكت فيها يا نجوة باشا ده ما قطعت الخلف والله اول ما شفتك والله ازاي بقى؟ زي الاستاذ النادية الجنتي أوهآه، أهآه، آهآه جاية أمه أثر شوفتي أهآهآه أيوة شوف وأطعت الخلف بس تخلي بالك المرأة الجاية ممكن أقطع لك حاجة تانية زي إيه يعني هو إنت إيوة إنت مش اسمك بلبل إيوة شوف بقى، تقطع لك إيه أيوة اسمك بلبل يعني هقطع لسينك واضحة والله عزو أخد تحميل نعمل سألي كنت أقوله بأخص حاضر صباح الخير يا النوج صباح النور يا كماليا إيه دا في إيه أنت حطيتي وشك في الكمامة ليه أول ما شفتيني أنا ريحتي وحشة ولا إيه لا يا حبابتي أبدا أنت ريحتك زي الفل أنا بس عامل عملية ومس عايزة حد يشوفني يا روحي عملية إيه ألف بعد الشرع عليك يا حبابتي لا لا دي عملية تجميل بسيطة كده عملية تجميل طب هو بقى اللي بيعمل عملية تجميلة يخبي وشه ولا يعني خايفة لحسن أحسدك على جمالك تحسديني إيه بس يا كماليا تحسديني إيه أنا خايف عليك إلا تتخضي طب قلنيني وريني عايزة أشوف لا 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 يمكن لما يعجبني يعني عامل زي كوني بوريني أنا لعا وريكي ملاقصي وريني وريني يا أمي يا أمي غطي وشك وقوا تسمع الكلمة تانية لما أقولك وريني حاجة فهمة ولا لأ حاضر حاضر التريعي عليك يا كماليا التريعي براختك واستزرى فيها يا حبيبتي أنا ما بقى التريعش وبعدين إنتي لما إنتي وشك بتشرفت كده إيه اللي جابك الجورنال؟ أصلاً قررت أكتب موضوع موضوع صحفي أهاجل فيه كل الدكاترة بتوع التجميل اللي بيتحكوا عالناس ويقولوا منو عني عملكو عملية ضب على سنة التجميل وهي عفن التقبيح أصلاً لا حول ولا قوة إلا بالله وأنا اللي كنت عايزة أعمل زي نعم الأستاذ جميل كان إيه دا يا إنجي؟ تبلعت بققك ولا إيه؟ نا بققه هو يا لأ هو إيه البقق دا يما التريع بقى واستزرف يا سامع قبل ما تستزرك فروح بص عن نفسك في المراية الأول وإنما ما باستزرف ده اللي نفسي عمل اللوك بتاعك دا؟ ليه يا سامع تعمل اللوك دالي وأنت ناقص تسوهات تسوهات إيه؟ ده أنا بحلم عبقى في حلوة حسين فهمي طول رشدة أبازة قوة الشاحات مبروك الله يبارك فيك الله يبارك فيك معقول معقول لا مش معقول أنت كمان ليك نفسي تغني باللي أنت عاملة في نفسك دا؟ أغني إيه؟ بس يا باية أغني إيه؟ أنا بأوّق مش قادر أسدق مش قادر أسدق الدكتور النصاب دا إزاي عمل فيه كده؟ ألوح أقوله اعمل لي الضب بتاع أنجلينا جولي يعمل لي الضب بتاع محمد سعد محلوك؟ محلوك؟ لا 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 والله يا محمد سعد كان أحلى بس يا ولد انتوا هتتريعوا عليها تشكتوا خالص أنا مش نقصة مين بقى اللي جايلنا في اللي إحنا فيه دا؟ ما تخافيش يا حبيبتي ما تخافيش أنا هشوف مين أنا هشوف مين اخرط يا ولد اخرط اخرط يا ولد اخرط أيوة يا مغاوك لما أخزها ستة إنجي كنت أزعجتك لا أزعجتني طب الحمد لله نعم عايزي لما أخزها ستة إنجي أصلي كنت عايزك يعني في طلب كده يعني سوية خير يا مغاوك كنت عايز الشهرية بتاعي أنا عارفة تتأخرش دقيقة واحدة تطلو فيها الشهرية حاجب هالك لا ثانية واحدة بس أصلي كان فيه طلب تاني يعني ومستعجل وعايز حضرتك ما دول يا مغاوك يزهق ثاني مرات يا الله يهريكوا بجاز مصمم ورأسه وستين ألف جازبة جديمة عايز يخش السينما وعايز يخش فيلم أندرورلد 3D وإيه أندرورلد ده أندرورلد ده يمومي بتاع مصصين الدماء وإحنا بقلنا بتاع مصصين الدماء ولا مصصين المصصات إحنا بقلنا إزاي بس يا ستة إنجي مال إنت يعني عايز أقول حضرتك يعني لو حضرتك وفقتني يعني ونزلت معايا وهو شافك بالمنظر ده هيفتكر إن انت من بتوع الفيلم ويمكن التوب بساكت ووفر 8 تيكت دي أنا عندي فكرة أحلى يا مغاوك إيه نوفر 8 اتنين تيكت وأنا حخطك أخواتي ماشي يا مغاوني عجبك كده يا مامي خلتينا مقلسة للناس مقلسة؟ جبت منين الكلمة دي يا والد من المقلسة وبعدين ما تغيريش الموضوع عايزين نشوف حل المشكلة الدبك ده طبك ده؟ مم طب ادخل الدبك ده يا دكتور أنا هيبة قرفاني موضوع عملية التجميل ده تاني يا هيبة ما تتعصيش من اللي حصل لإنجي ما أنا قلتلها وبالعافية اقترعت إن هي بدل ما تعمل عملية تجميل تعمل عملية شفت شفت فعايزينك بقى دكتور تقولينا إيه المطلوب مننا بالزبط؟ مطلوب إيه؟ ده لو لنعمة الجاذبية الأرضية كان زمانها طايرة في الهاوى دلوقت لعلمكم بقى أنا لولا الإمكانيات اللي عندي دي ما كانش شعبان ده عمره بصلي كنت أعمى أعمى يا حبيبتي ده أنت الفرق بين ظهرك وأفاكي إن فيه منخير هو ده الإثبات الوحيد إن ده وشك هو ده الإثبات الوحيد إن ده وشي؟ طب أنا مش هتكلم معاك عشان أنا عارفة إن دي غيرت ستات مع بعديهم وأنت هتموت مني عشان أنا واتكة أنا هتكلم بقى مع جوزك وهو دكتور نسوان وبيفهم يا جهلة يا جهلة يا أمية اسمه دكتور أمراد نسا وقليلي بقى إيه الإمكانيات اللي عندي إيه الإمكانيات اللي عندي؟ ده أنا كل إمكانيات إيش ما راجح على إيش زحاليقة على إيش وإيش ده أنا مدينة ملايه متعركة طب ممكن أنت سكرتين أنا ورجاء هي خليها تحت وأنا فوق أتفرج يا خبر ده أنت تنوروا ده أنا عندي حدة نوت إيضا؟ إنما إيه؟ نوت إيضا إيه؟ إيه إذا كنت أنا ملعبتش هتلعب إيه؟ إيه إذا كنت أنا ملعبتش هتلعب إيه؟ إيه إنت محدش قلب تلعب فيه؟ أه بقولك إيه؟ أه مين الطفل الجميل ده؟ أنا طفل إيه على حجرك؟ إيه ده مين ده؟ مين ده يا با؟ م أعرفش يا أخوي مين ده؟ أه الله؟ أه مين ده؟ قل لي حبيبي أنت إسمك إيه؟ إن أسمي ياسين هو جد إسما علي جاسين أبيبي مامي بليز اسمعي كلام أمك السمير واحط الكمامة دي على بؤك عشان مش ناصلون فضايح مالك أرفشله منني كده؟ كين إيه ده؟ احتي وإيه vice باس يا expected أولاد عني حط الكمامة أحققق ايه ده مين بي خبط على دلوقتي ده هتلاقيهم يا غاوري جاي بعيرتوا كلهما عشان اتفرجوا على دب امك باهم احنا خلاص بقينا مصدر سياحي للعمارة دي ايه دبامك دي ماشي مغاولي الكلب والله لوارك هطلع فيك يغلي كله كله يا غاوري اه 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 ياتفكي اه 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 وحشتوني يا حبابي انت كمان يا بابي وحشتوني 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 يا حبابي يا انجي يا حبيبتي إيه المقابلة الجميلة دي؟ واحد ثاني قوي يا علي بتدربيني مش شابش يا انجي؟ قلبي عني يا علي معليش قصة انت مش عارب كل شوية في كلب من الكلب بيجرن الجرس كلب؟ كلب إيه ده اللي بيطول جرس الباب؟ آآ يا يا بابي ده الكلاب اتغيرت قوي آآ أصلي بعد ما انت سافرت في تطور غريب حصل للكلاب الكلب والضب ضب؟ ضب إيه؟ آآ يا علي الضب حيوان الضب ده بقى منتشر قوي في الشوارع آآ مش عارفين يعملوا في ايه مشكلة كبيرة؟ ياه واضح ان انا طويلت قوي في الغربة وحشتوني يا أولاد وانت كمان وحشتيني يا انجي وانت كمان يا علي وحشتيني قوي ايه يا حبيبتي؟ مفيش حطن مفيش بهوسة مفيش حمد الله عالسلامة وإيه شفش باللي تيحطي على بقلك ده؟ آآ شف شف؟ لا أصلا ما قلت لكش أصلا منتخبة واحد في مجلس الشعب رامض الشبشب ومين الجزمة ده للمنتخبة؟ بصراحة يا علي أصلا بعاقب نفسي عشان اللي عملته يعني بدربتك بالشبشب وكده لا يا حبيبتي مفيش حاجة ده غصبا عنك شيل الشبشب بقى؟ لا مش هشيله يا علي انا مش مسامحة نفسي انا مش يعم حاجة آآ خليك معايا بقى يا بابي آآ جبتلنا ايه وانت جاي معاك؟ آآ آآ قولي انا الاول جبتلي ايه؟ جبتلك كل اللي طلبت بص يا سيدي جبتلك السيكس والسيفن والأيت وانت جبتلك الناين والتن والاليفن وانا جبتلي ايه علي؟ جبتلك كروكس ايه يا علي؟ بأذر معاك يا حبيبتي انت كميلة جبتلك الخاتم الألماص ده الله يا علي ايه الجميل ده؟ احيل انت ايه هانا من اللي عملتيه في بقق ده؟ اعمل ايه يا علي؟ كنت عايزة اعملنك مفاجأة مفاجأة ايه؟ يعني اغيب الفترة دي كلها يا انجي وارجع الاقي بقق بصص بالتريل لبرا كده وتقولي لي مفاجأة؟ اه لسي عارف حقك علي انا عارف ان انا وحشك مش انت اللي وحشاني انا اللي وحشاني انجي مراتي حبيبتي جميلة الجاملات مش هم مضب انا عارف انك هايش تبوسني تبوسني يا علي لا لا ابوسك ازاي بسنانك دي؟ تبوس خلاصة طيب انا عندي فكرة تانية ايه رأيك تغمت هنيك وبعدين تبوس؟ لا اخاف اغامة دانية وابوسك في بققك تعوريني بسنانك دي وايه يعني يا علي وايه يعني؟ مش مشكلة؟ ضحي عشاني شوية يا علي ضحي مولا ما انا بضحي عشانك كتير لا وضحي ليه؟ على رأيي المسأ اللي بيقول اللي يالي الزبالة علاجها النوم تصبح على خير يالي الزبالة؟ ماشي يا علي ماشي بس خليك فاكر انا بكرة هروح للدكتور واصلح الغلطة دي ايوه هتتمنى ساعتها جموس يا واحدة مش حديك ماشي لي بقى المسك كده شوك انت عملتي ايه؟ هم؟ امتطرج اللي انت عملتي؟ طيب انا خايفة على حضرتك لا ما تخافيش طيب غمد عنيك اوكي غمد غمد فتح بقى ايه ده؟ هم؟ زي ما حضرتك شايف كده؟ هو فيه امل ان بوء يركع زي الاول؟ والله ان شاء الله فيه امل بنا اخليك يا دكتور والله انا من اول ما شوفتك وانا مستريحي لك وبيقول عليك دكتور هاي لاي اه ما سمعتش الكلام لاي ليه بقى من الاول فلا انت شايفة كده؟ ما لسا انا ازم غلطة غلطة يا دكتور وبدفع تمناه اوكي انا ازم طيب تمام تمام على موم خير ان شاء الله بتقليش خالص هنعمل اللي اسم ربنا اخليك يا دكتور انا بقول عليك دكتور هاي والله من زمان انا نفسي بس ارجع ااكل واشرب زي الاول وارجع وحط روج على شفاقي مش على سناني ده ده كل دي دي كل احلامك يعني تحطي روج على شفاقي كاي والبوس نعلم ان ده؟ لا ابدا ولا حاجة انا بس خايفة من عملين لا لا ما تخافيش ان شاء الله يا نص ساعة وكل حاجة هتيخلص ترجع زي الجبر ربنا اخليك يا دكتور اخليك متفضل يا ربي يا ايه ده؟ لا انا بخاف الحق القوي وبخاف الاشعوق ده اوه لولو لوليتي انا نمت معهم للوشي فيها انجي انجي يا لولو انت نسيت نسيت قلتلك ايه مبارح كودنايت لولو كودنايت يا فرحة ما تمت خدها الضب وطار